اكتشف علماء الفلك كوكباً بعيداً يشبه الأرض ويبدو أن هذا الاكتشاف يقدم لمحة مثيرة للقلق عن مصير كوكبنا بعد مليارات السنين وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذا الكوكب قد يكون صالحاً للسكن حيث يدور حول نجم مشابه لطريقة دوران الأرض حول الشمس كما ورد في دورية نيتشر أسترونومي لكن النجم المضيف لهذا الكوكب تعرض لعملية موت عنيف مما أدى إلى انفصال الكوكب وانجرافه إلى الفضاء تشير بعض الدراسات إلى أن عمر شمسنا المتبقي قد يصل إلى مليار عام تقريباً قبل أن تبدأ عملية موتها عندما يحين هذا الوقت قد يواجه كوكب الأرض مصيراً شبيهاً بمصير الكوكب المكتشف حديثاً يقع هذا الكوكب ونجمه المضيف بالقرب من مركز مجرة درب التبانة على بعد حوالي أربعة آلاف سنة ضوئية أي ما يعادل حوالي 51 كوادريليون كيلومتر تم رصد هذا الكوكب لأول مرة في عام 2020 لكن فريقاً من علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا أجرى مؤخراً دراسة جديدة باستخدام تيليسكوب كيك الذي يبلغ قطره عشرة أمتار في هاواي وقد حددت دراستهم أن هذا الكوكب الذي يقدر حجمه بحجم الأرض يدور حول نجم قزم أبيض وهو النواة الكثيفة الساخنة لنجم ميت قبل موت النجم يحتمل أن يكون هذا النظام الكوكبي قد شابه الأرض في دورانها حول الشمس وليس من المستبعد أن يكون قد دعم الحياة لعدة مليارات من السنين ومع ذلك فإن الكوكب اليوم عبارة عن كوكب صخري قاحل يبعد عن المنطقة الصالحة للسكن حول القزم الأبيض وهي المنطقة التي يمكن أن تدعم الحياة على الرغم من أن شمسنا ستشهد نفس عملية الموت في المستقبل إلا أننا لن نكون هنا لنشهدها تشير الدراسات إلى أن نجمنا لديه حوالي مليار سنة أخرى قبل أن يصل إلى نهاية عمره ومع موت الشمس من المتوقع أن تتبخر محيطات الأرض ويتضاعف النصف قطر مدارها ولكن من الممكن أن تبتلع توسعات الشمس كوكبنا قبل حدوث ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة